انفرضت كاميرا عرب وود بحضور كواليس فيلم برد الشتاء اللي من بطولة رندل بحيلي ورمز أمير ونضال نجم وهاجر الشرنوبي أحداث الفيلم بتدور عن معالاة الفقراء في المستشفيات من خلال قصة فتاة بسيطة تتعرض لأزمة صحية وبتعاني من سوق العناية الطبية في المستشفيات الحكومية بطلة الفيلم الفنانة رندل بحيلي كان لينة فقرى بوت حوار معاها عن تجربتها في الفيلم وعن كواليس العمل يلا نشوف آلتي برد الشتاء ده تاني عمل ليه مع دكتور بيتر احنا حضرنا كذا عمل مع بعض يمكن أربع عمال بس ده تاني عمل فعليا نعمله سوا دكتور بعد فيلم سبوبة دكتور بيتر من أكتر الناس اللي رتحت معاه في الشغل واتبسطت جدا في الشغل معاه وحاسة أنا بشتغل مع حد يعني فهمني جدا وأنا فهمة قوي 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 يعني فهمها بشكل كبير فمؤمنة هو نفس القصة مؤمن بموهبتة جدا فالحمد لله يعني إن احنا شغلين سوا بعمل ممرضة في مستشفى حكومي عندها مشاكل زوجية عندها مشاكل عقلية في البيت متجاوزة واحد بعد فترة بيبقى بتكتشف إن هو أخلاق وأخلاق بلتاجي يعني مش مش كويس معيها ومش كويس عمتا بيتسجن كذا مرة فهي شايلة هم كبير قوي على طول زهق يعني خلاص زهقت من حياتها وبنشوف بقى بتعامل حوليها ازاي بتعاملين مغرج الفيلم بيتر ميمي أسند البطولة لفنان الشاب رامز أمير رامز كلمنا عن دوره ورؤيته للفيلم ومشكلته في التقرير ده أول طبعا أستس بيتر كلمني من حوالي مثلا 3-4 شهر فترة كبيرة يعني داني الورق بتخضيت طبعا فكرة اللي أنا دي طبعا أول بطولة اللي أنا أشيلها الواحد يعني بس لما قريت الورق عجبني جدا 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 فهو ما تتخيل يعني وكمان أستس بيتر يعني شايف الصورة قوي لما تقعد تتكلم معي على الدراما بتاعت الفيلم هو شايفها وحسسها جدا فيعني عدت أسبوع كده بعد ما عدت معاه تطمنت جدا يعني لغاية النهاردة مش قلقان من فكرة هلها تطلع كويس أو لوحشها أنا حاسس بالموضوع وهو بيعرف يوصلي كل مشهد بكل تفاصيل أنه هو عايش القصة جدا فأنا بستمتع بس بالشغل يعني أول فيلم أحداثه بتدور في ليلة واحدة دكتورة امتياز المفروض أول يوم ليه شغل بعد ما يتخرج بتشوف هو بداية الموضوع بحالة وبعدين أول ما يغبط في الحقيقة بسميها مرة بقى مش مرة يعني الأحداث اللي بيشوفها أثناء الدراما هنشوف التغيير اللي هيحصلوا وإيه الأحداث اللي هيمر بيها بيشارك كمان في بطولة فيلم برد شتاء الفنم نضال نجم في دور محوري والممثلة هاجر حمدي هنسمع منهم تفاصيل أكتر عن أدواء إحنا من ناقش بعض الأجهزة اللي ما تقدرش تعديها دي يبقى تعمل لها بقى حملة يتعمل لها بقى تبرعات يتعمل لها موقف معين إحنا نلقي الضوء على الحاجات دي إنسانيا بيبقى الموضوع مهم جدا لقطع كبير من الناس إن إحنا واخدين بالنا إنه دا دعوة إنه الحاجات دي تتأمن لإنه في أسر كتير بتتوقف حياتها على بعض الأجهزة دي خليفة شاب من الصعيد جايوا مع أخته عيانة في عاية معين وبيحصل معهم مشاكل بقى في قصة الطباب والله هو الفيلم تجربة مهمة جدا بالنسبة لي خصوصا إن أنا اشتغلت مع دكتور بيتر ميمي توجيهاته طبعا وفضله عليك كبير والفيلم قصته مهمة جدا وحقيقة جدا وأفدني أنا شخصة يعني فيلم برد الشتة من إنتاج شركة بام وكان لإنتاج الفيلم ظروف خاصة جدا هنسمع من موديل الشركة عبدالله منصف دلوقت هو الموضوع صعب بس كانت بدأنا بقولك إحنا تلاتة مش واحد يعني موضوع يبقى صعب على واحد شوية إحنا شكل إلا إحنا نخش من نفسها جديدة بس مع نفسينا وحبين إحنا نخش نعمل حاجة جديدة في السينما كأصغر ناس بتعمل حاجة زي كده هو أول حاجة الفيلم مش له بادشت التانية حاجة لأنه فيه نجوم كتيرة والله إحنا في سننا أول حاجة الفيلم أول حاجة النجاح الفيلم ده أول حاجة لنا ده يهمنا أكتر وبعد يجعل حاجة شخصية أكيد هتبسطنا كتير إحنا بريغتر أفكار قبل أي حاجة إحنا هزين فكرة أين كان من الممثل إحنا برجح حتى الممثلين الشباب مش كسة من النجم هو كسة الشب إحنا هيقدم الحاجة اللي إحنا عمزنا قلت اشتركوا في القناة